في محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء في الخرطوم انطلقت أول جلسة للحوار المباشر بين أطراف الأزمة السودانية حوار دعت إليه الآلية الثلاثية المشتركة المكونة من ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا إيقاد إلا أن قوى أساسية كالحزب الشيوعي السوداني وحزب الأمة وقوى أخرى انفصلت عن الحرية والتغيير قاطعة الجلسة التي أخذت طابعا إجرائيا يتم فيها تحديد القضايا السياسية الأمنية والدستورية وتحديد الفترة الزمنية لنظر فيها ورفضت القوى المقاطعة مشاركة العسكري في جلسات الحوار متهمة المشاركين من القوى المدنية أنهم يدعمون الانقلاب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان اعتبر فتح طاولة الحوار مع الفرقاء بمثابة فرصة تاريخية لإكمال المرحلة الانتقالية وفق تصور الشعب السوداني متعهدا بالالتزام بتنفيذ مخرجات المباحثات وحذر مراقبون للشأن السوداني من أن رفض قوى الحرية والتغيير الجلوس وخوض معركة الحوار والتوصل لحل مشترك ومقبول على الأطراف سيعزز الاستقطاب وسيعقد المشهد أكثر مما يدفع لاستمرار المظاهرات والتي أدت إلى مقتل متظاهرين وإصابة عشرات آخرين إلا أن البعض فضل اعتماد لغة التفاؤل حيال الحوار إذ أعربت مصادر سودانية عن آمالها في أن تثمر هذه المباحثات إلى تفاهمات تترجم إلى مجلس سيادي جديد قد يتحول في نهاية المطاف إلى حكومة تنقل السلطة إلى القوى المدنية